ايضا في الكذب كذب الكلام والاقوال احيانا يكون متعمدا واحيانا بيكون غير مقصود والناس صنفت الكذب البعض بيسميه الكذب الابيض والاسود الاخري لكن الكذب في نظر الله هي خطيئة مميتة شنيعة وفضيعة لانه الله قدوس ومصدر الكذب من الكذاب واحدة من اسماء الشيطان هو اللي بيقود الانسان الى الكذب فبكل بساطة اتعود انك تقول الصدق فعندما بتتكلم بالصدق فانت تحارب الشيطان والعيب واكذيب الشيطان ايضا تعرفوا العالم مليان بالكذب والكذب بيتخذ اشكال كثيرة مثلا اهمال الحق او احيانا منضيف على الكلام احيانا من بالغ في الكلام حتى ننض او يشوفونا في صورة منمقة او صورة جميلة مثلا احيانا عندما نهمل عندما نقوم باهمال معين فنقدم الاعذار بطريقة مؤدبة عن عدم قيامنا بهذه المهمة وسمحوني في هذا القول كثير من المسيحية بيرتكبوا هذا النوع من الكذب اللي فيه مبالغة او ما بيعمل مهمل الاهمال فبيعتذر بطريقة مؤدبة لكن بالواقع داخليا هو عم بيكذب فهذه اخلاق مسيحية عمل مسيحي عميق في داخل وكيان الانسان احيانا بيكون الكذب الصامت مثلا من يمتنع عن التوبيخ او يتغاضى عن خطأ معين او حتى عدم المبالاة والاكتراث بامر معين فهذا تعبير عن عدم الصدق وعن كذب في داخل الانسان حتى لو معبر عنه انه الكذب الصامت موسيقى